معنا من القاهة رئيس مركز الأمان النووي سابقا دكتور كريم الأدهم أهلا بك دكتور كريم كل هذه المعلومات التي كشفتها الوكالة الدولية وتحذير مدير الوكالة جروسي ماذا سيحرك لدى المجتمع الدولي الدول الموقعة على هذا الاتفاق الأوروبية وأي قائرات أمريكية في هذا الاتجاه من خطورة حيازة طهران على السلاح النووي قريبا لو نظرنا للاتفاق النووي في بدايته كان ينص على أن إيران لا تخصب أكثر من 63 أو 67 من 100% وده الوقود اللازم للمحطات القوى النووية زي محط البوشهر لكن إيران منذ بداية هذا العام أو من سنة 19 بدأت أعلنت أنها ترفع نسبة التخصيب أو الإثراء لأكثر من هذه النسبة وأيضا المخزون منها وصلت إلى 20% وكان حتى قرار مجلس دعم الدستور الإيراني كان قال أنه لابد أن هذه الطاقة الزرية الإيرانية تخصب 20% و130 كيلو في الشهر المهم من بعد ذلك أن قرارتنا رفع مستوى التخصيب لـ 60% وده بيعتبر الحقيقة خطوة خطيرة جدا لأن طبعا كلما رفعت النسبة كلما قربت أو من إنتاج السلاح النووي وده طبعا هيعمل نوع من القلق لدى المجتمع الدولي يعني طبعا أن إيران تمتلك السلاح النووي في فرصة قريبة طيب لن يتم الاحتفاظ اليوم أو تخزين هذا المنتج هذا ما قاله جروسي ولكن الخطوة الاتفزازية التي أشار عليها أيضا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كيف ستحرك الدول الموقعة الأوروبية الخارجية الأمريكية التي كانت تحدث المتحدث باسمها قبل أيام بأهمية العودة إلى مفاوضات المعلقة منذ نحو أربعة أشهر هو طبعا زي ما قال مدير الوكالة أنه مش هتم الاحتفاظ لكن هي ما وراء ذلك هو أن التكنولوجيا تقدمت وأن أصبح إيران عندها التكنولوجي أنها ترفع مستوى التخصيب لعشرين وستين في المئة وممكن أعلى من ذلك لأنها نفس التكنولوجي الاحتفاظ بالمنتج مش هي القضية لكن طبعا زي ما حياتك قلت أنها ستسرع ونتير المجتمع الدولي أن يدخل في المفاوضات الثانية بحيث أنه يعمل للوكالة الدولية أو يدي لها القوة أكثر أنها تراقب بشكل أكثر هذا النشاط بحيث يرجعوا تاني لما التزموا به في السابق وأنه ترجع إيران للمستوى المنخفض من التقصيب اللازم لمفاعلات القوى النووي الذهاب إلى التغيير في أجهزة الطارد المركزي والآلات الجديدة التي تحدث عنها جروسي دكتور كريم كيف يمكن تفسير ذلك وهو المرتبط بتحذير الوكالة وماذا يعني ذلك تقنيا على واقع امتلاك إيران هذه القنبلة النووية تطوير تكنولوجيا الإثراءة والتخصيب زي احنا ما نطلق عليه هذا طبعا بيبين أو ممكن نعمل حكتين أننا ممكن أوصل للمستوى المطلوب بسرعة أكتر وكميات أكتر في وقت أقل إذن كل ده طبعا بيبين أن وثيرة العمل في اتجاه السلاحة النووي عالية وده طبعا لابد المجتمع الدولي برضو يسرع من وثرته بحيث أنه هو يرجعه تاني الاتفاق ومنص عليه الاتفاق نحن ذاهبون في حال التخلف اليوم على عودة إلى طاولة المفاوضات إلى إجراءات أكثر واقعية مع كل التضييق الذي تواجهه الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجاء ذلك أيضا في تحذير أمريكي سابق هو طبعا بالنسبة للمفاوضات هو الاتفاق كان موجود وكان ليه بنود واضحة أن يران لمدة 15 سنة أنها ما تخصبش بأكتر من 63% من 100% وأن المخزون ما زيتش عن 300 كيلو جرام من هذا الوران المخصب فطبعا أعتقد لو رجعت المفاوضات الثانية والتزم الجميع ببنود هذا الوكالة الدولية ترجع لكل وسائل التحقق والمشكلة ممكن تنحن لو تم الاتفاق على هذه البنود ولكن الواقع الجديد هل سيسمح لهذه الدول بالتغاضي عن ذلك في حال لم يتم الذهاب إلى طاولة المفاوضات بسرعة؟ لا أعتقد أعتقد أن هناك عزم وإصرار أن إيران لا تمتلك السلاح النوي وطبعا كل دولة تأخذ الأبروتش بتاعها أو تأخذ الألية بتاعتها لكن طبعا أنا شايف أو سمع سمع قبل ذلك أن الولايات المتحدة يعني قالت أن كل الخيارات مفتوحة لكن أعتقد بالنسبة للمجتمع الدولي كله الأحسن هو اللجوء للمفاوضات ونحن نفض الموضوع بالطرق السلمية ونرجع للاتفاق الثاني بمنوده كله ولكن دكتور كريم عندما يتحدث أيضا جروسي عن المنشآت فوق الأرض عن شح المعلومات ألا يمكن أن تكون تهران ذهبت ربما إلى مزيد من التخصيب معلومات لا تمتلكها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهنا الخطورة من تحذير جروسي ده طبعا وارد لأنه إيران عندها منشآتين كبيرتين اللي هي نتانز وفيه فردو بموقع بالاتفاق أنه قاله التخصيب يبقى في نتانز بس فردو تبقى ليه البحوث وما إلى ذلك لكن طبعا زي ما حدثت تفضلت وقلت أنه ممكن فعلا يكون هناك يعني أنشطة مش معلنة بحيث أن هي وحصات إنران تمتلك التكنولوجي فممكن هذه تكون أنشطة غير معلنة وأن الوكالة غير قدرة على التحقق وحصة في ظل الأزمة الموجودة حاليا مع الوكالة ومع المجتمع الدولي أشكرك جزيل الشكر دكتور كريم الأدهم رئيس مركز الأمان النووي سابقا كنت معنا مباشرة من سجواتنا في العاصمة المصرية القاهرة زي ما تضعي زي ما تضعي زي ما تضعي شكرا